اشتركوا في القناة جسمنا من هالسموم ونعيش هيدا الفعل وبركي هيك منصير عنا إذا بدك صفاء ذهن أكتر من دون تلبيكات المعد اللي ما بتخلينا نرتاح مزبوط والصائمين يعني عم بيعملوا مجهود إذا بدك كتير كبير وفي أشخاص بيحبوا يصوموا أكيد كل الأشخاص بفضل يصوموا في أشخاص مش لازم يصوموا لأنه عندهم حالة معينة بس رغم هيك عم بيسألوا عن الموضوع عم بيسألوا إذا نحن بنقدر نصوم أو لا يعني كانوا حوامل ولا الأشخاص ولا الأمهات اللي عم تردع ولا الأشخاص المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة سوى في كيسات معينة الشخص ما بيقدر يصوم فيها منها مريض السكري أكيد في حالة معينة في مريض سكري بيقدر يصوم في مريض السكري ما بيقدر يصوم نعم من هن الأشخاص اللي فيهم يصوموا واللي ما بيقدر يصوموا وليه؟ مازبت هنا في الأشخاص اللي عندهم السكري اللي عندهم البمب المحطوط كل نهار عم بيضخ إنسلين بالدام هؤل الأشخاص يفضل ندلهم عم بيركل جول سكر بالدام يعني إذا أنا من الأشخاص السكر بالدام عندي بيوتها بنهار بسرعة ما بيقدر دلي فترة بلا أكل أكيد أنا بيفضل ما أصوم خصوصا إذا الدواء عم بيخدو كل نهار إذا أنا مريض سكري ممكن السكري عنده مياة بسرعة إذا الدواء عم بيخدو على فترة طويلة أو النوع الدواء اللي عم بيخدو الأنسلين اللي بيشتغل على مدار النهار الممكن يركلج والدكتور نصح إنه بيقدر هذا الشخص يصوم أوكي هذا الشخص يصوم مع النوت إنه يدل رأي بحاله يعني كل نهار يدل رأي بحاله إذا أنا أجد السكري عنده بدام إذا دخلت إذا كل العواد اللي عم بتصير بيضلوا منتبه لحاله وعم بيرأب حاله وهون يفضل إنه أكيد يفكس للسيام طب أقوله ما ما يكمل طيب بعد فيه لأن أوقات يعني اللي بيقدروا هلأ يمكن عم سبق عليك بالسؤال اللي بيقدر يصوموا عندهم سكري يعني فيه الافتتاح اللي هي حب التمر أو الجلاب أو يعني هلأ العصائر اللي بتبقى دسمي بالسكر بعدين الحلويات ما تنسي كيف بيكون التعاطي حتى نعمل هذا الرقلاج مش إنه على مدار الوقت بين الشروق والغروب يكون السكري ياسو بدمنا كتير منيح بعدين يعلى وبس يعمل شوت كمان بده يرجع لأن خلص سريع حريقه بالزسم بدي نتبه مريض سكر إنه هو برمضان مثل الأيام العادية بيضل منتبه لحاله لأنه وعيد أكله يعني أنا ما فين لأنه كأت كل نهار بالأكل يجع شيء أطبش بالأكل وأكل الحلويات كتير فيها سكر خصوصاً حلويات العربية سو هون بدينا نتبه لهذا الموضوع بده إذا بديفكم السيامو على تمرة بدي يأكل تمرتين لسي يشرب ماء من بعد يشرب السوب بدي يدل منتبه للكميات ولا نوعية الأكل عم بيكلها مثل الحياة لنهارة عادية مثل ما هو بينتبه لحاله بالأيام العادية سو مجرد مصام بدي يفوت بالموضوع تدريجياً يعني التمرة شربة نوعية الأكل النشويات بتكون كومبلكس كارب أو نشويات معقدة يعني أمحة كاملة رزق أسمر وبده ينتبه للكمياتنا شوية العنبيخ ده ما تكون كتير كتير كبيرة كمان سو مثل حياة لنهارة عادة بدي يكمل تعرفي هيبا بلاحظ أنه قد يعني نحن قلنا 16 سنة بيوم جديد وحضرتك إليك سنوات معنا أوقات في مواضيع بتتكرر وبتحس أنه في ناس بعدها يعني معلومات منا متطلع عليها وبتحس أنه ما في معرفة اليوم لما بيجي بيقلك أنا أنه عندي سكري ما بيكل بيمتنع عن المربع عن الحلاوة عن البونبون على الشوكولات على البوتيفور عن الحلوية العربية بس بيبقى كابس بالمعكارونا ببقى كابس الباستا بالخبز يعني متما قلت النشويات حتى الدهون والأملاح لازم يمتنع عنا مريض سكري يعني أنا بس أعطي شخص رجيم سكري بعطيه رجيم قليل الملح قليل الدهون قليل السكر بقى كايت بسكوية شفية هي شفية بس بالنسبة لجسمه يبقون تعمل كتير وبدون يطبقوا لحالهم يعني النشويات فيها هي بتعلي سكر بالدم نعرف شنوع النشويات اللي بدنا ناخده أي نوع النشويات اللي ما بيعلي سكر بالدم بسرعة الفوايكة اللي بدنا ناخدها هلأ في منهم بيزدوها بالانتباه أنه لا 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 فوايكة فيها سكر ما بكلها أبدا لا فيه شخص يكون فوايكة بس كمان بدنا نعرف أي نوع الفوايكة وإذا أكلنا نوع الفوايكة أدعى منكم الكمية هون ضروري يكون عم بيراجع الاختصاصي أو الطبيب تبقوله تيدل مراكلة الكمية بس هي بقى في شي موحد باعتبر بينكم وبين الأطباء الغدد والسكر أنه دايما المريض السكري ينصح يأكل حبة الفوايكة أو حبة الحلو إذا كان مضطري كلا بعد الأكل لا يعني لدى حقي كي شي غلط عم بقوله مش غلط أنا هيك بسمع يعني كل الأشخاص هلأ منا كتير أنه في كتير دي بيتس عليها إذا بدك في أشخاص نظريات جديدة أنه أنه نمشي بالفكرة بعض الأكل بخفف الامتصاص نحنا مفضل أنه نحنا كل الأكل عم ناكله من نهار كله حيمتصر جسمنا بعض الأكل الهضم إذا بدك بيكون أحلى شوي بس أنه أنه لأ أنا أكل بعض الأكل ضغري لأنه يخف في أمتصاص سكر عندي بدأ مننا كتير مننا كتير إذا بدك مثبتة علميا سو لا يعني وخصونا إذا كانت شبعان وعم بيكلها بعض الأكل عم بتزيد فوق شبعته وعم بتصير تخزن دهون يعني هون أضرب وأضرب سو خلينا نكلها لا بعض الأكل بساعتين بيكون مراكلة سكر بالدم عدل سكر بالدم الحرق عنده عم بيدال ماشي سو أكيد أنا أفضل ما نفوط وحسب الدول عم بياخده حسب الإنسلين أمتين عم بيشتغل أمتين البيك للإنسلين بدي يكون عم بيأكل أمتين بديوطة الإنسلين كمان بدي ينتبه لهذا الشي من شون هيك ضروري يكون عم يكون عنده نيترشين إدوكيشن إذا بدك التسقيف عن الغذاء وعن قداش بيحسب النشويات يعني إحنا مريد السكري من علمه يحسب النشويات بالأكل طابوله كله في شيء اسمه كاربوهايدريت كونتينج من علمه لمريد السكري يصير قادر يأكل شو مكان وينما كان إذا حدا من المشاهدين عنده أي سؤال قبل ما يخلص وقتنا مع هيبا أبو الطيف اختصاصية التغذية فيكن تحكونا على 01491703 وأكيد هيبا بتوضح الأمور وبتصوب مثل ما صوب بتطلب النسبة لموضوع تناول الفواكه بعد الأكل قلت فيه أنواع من الفواكه يعني أنا هلأ بحكم هيك معرفتي أو بسمع من الأشخاص اللي عندهم سكري أنه بطيخ كتير منيح الفراز أنه ما فيه سكر كله مي شو بعد فيه بالفواكه بنبعد عن التفاه عن العنب عن التين عن صبير لكن الفواكه زبدا كله كلهم صحية فيه شي عنده مؤشر جليسيمي مرتفع بيعلي سكر بالدم أسرع من غيره بس هايدي الأفكتابول مش أكتر من هيك بس كما نافع واشياتين كلها صحية وكلهم بيقدروا يكلون يعني مش ماناتها بس فيه فورسيون أصغر أكيد يعني دوما نيكل تفاه نكزاكتلي الآن تفاه منه من الأشياء اللي بتعلي سكر بالدم بسرعة بس سيتو إذا بدك سيبقه البطيخ مثلا بيعلي سكر بالدم أسرع من التفاه فهن بيعتبروا بطيخ فيه ماء لا البطيخ فيه مؤشر جليسيمي ما أعلى من تفاه بيعلي السكر بالدم أسرع سو هون بدي انتبخ أنا للبطيخ البطيخ اللي بدأك لأنه بالسفية بيكلوا بيكلوا كزا قطع أنا مرة طبيب قال لي كان هون محلك على الكرسي هبة أنه التفاه يعني إذا أكلني بوقت طبعا مش بوقت متأخر من الليل أبو نص سيعة ماكسيمو ثلاثة ربع ساعة سكروا يعني بيستهل كل جسم سكر طبيعي ومثل حيال أنا وفاكة ما بيروح لافات لا إذا كنا عمنا يكل باعتدال اللي عطول ما في شي بيروح لافات بس نفس التفاحة إذا أكلنيها نص ليل إمنا من النوم إنه منشفت من أكلنا تفاحة صار يتفات مش مش ضروري إذا نحنا إذا أنا ما نأكل كتير منيح بنهاري يعني أنا عطول آخر شي ما أنا نركز قدي أنا أفوت على جسمي وحدة حرارية قدي جسمي عم بيحروق سو أنا إذا أكلتها التفاحة وإيكلي أنا ألفين كالوريو أنا جسمي بيحروق ألف وخمسمية كل شي بدي أكله بعد الألف وخمسمية بدي يكون فاتس يعني حيتحول يتخزن كدهون إذا أنا أكلت التفاحة وأنا ما عم بيكل كتير كنت منيحني موقفة أكل بشكل كتير كبير وجسمي وطن ميتابلوزم تبغوله بدي دافع عن حاله جسم بيخزن الإشياء كدهون سو هون بدي أنتبه أنا كيف عم بيكل وأدي عم بيكل خلينا ناخد اتصال هبا وأنا كمان كان عندي سؤال مرأة تحت الهواء ألو صبح الخير ألو بونجور بونجور بليز بدأ أحكي دكتورة يلا تفضل أعم تسمعيك أعم تسمعيها بالستوديو أنا أعم تسمعي دكتورة بدي أسألك أنا مريضة سكري هلأ عن جديد مبلش عندي من شي شهر ونص فينا ناكل المرتدال العلب الخالصة من السوق يعني أنه فيهم شوية دهن مسموح لمرضة سكري هلأ هلأ كل شي معالبات خالصة وكل شي موات حافظة موات حافظة نحنا بننصح أكيد بلي لأنه فيه دهن عالي وفيه ملح عالي أملاح كتير سوبيضر أكتر ما بينفع وخصصا إذا كان مريض سكري مثل ما عم بحكي أنا مش بس من وط السكري ننتبه له بكل على كل الأسل فما منعتبر المرتدال هي ما منعتبر حتى بروتينات أنا هون بعتبرها دهون مشبعة سوأكيد أنا بفضل كتير نتفديها إذا فيه حال تلعب بالشخص ممكن يمرق شي رقيق بكمية قليلة بس أنا من نسبة إلي بفضل كل شي معالبات وبروست فود يتفديها مريض سكري هلأ بتعرفي الشغلي على قصة الأزمة يعني فيه أنواع بالسوق كتير رخيصة نسبة للمركات المعروفة بس كمان أحد الأطباء واختصاصي تغذية بيقلي إذا أنتك اليوم عم تأكل هالنوع إنه في مشكلة كمان لأن هيدو أكل منه الصح بس إذا طالع بالك روح على البراند المعروف على القليلة في شركة وراها بتبعت نيل بتنشر حريمة وبتقدر ترفع عليها دعوة بينما هالشركات المش معروف وين عم تجينا من أكتر من مصدر من دول عربية أوروبية ومواد مسارتنة بشكل منه طبيعي موجود باللجل بس كرمال إنه لأن سعر أرخص وعم نحكيها حتى مش بس الكبار ومش بس المرضى السكر لولاد الصغار يعني والحلويات لولاد لصغار الشوكولة عم بيكون في عنواء كتير وملونات كتير قامت مش طايبة فكرة مش طايبة يعني بحق التلاتي يروح حقه نهدر مناخد واحد شرعي مستطع فيه منتشارك مع الآخرين مش غلط مش غلط طيب كنت عم بسأل في عندي اتصال بعد لأن في سؤال قلتولي عنه ورد تحت الهوى تصل بيقول أنه مريض سكري عم بيضعف علما أنه ملتزم بضاية معين هيدا خارج إطار صوم شهر رمضان المبارك شو الحل أكيد إذا ملتزم بضاية معين كالوريز عم بيخدها على الزبط عم بيضعف يمكن يكون دوال عم بياخده دوز عالي أو لا هون بدي يكون للطبيب مش للضاية لأنه تنشوف شو الدواء قد يمكن يكون الأكل منه كيف حتى للكمية الدوال عم بيخده طيب هيدا مريض السكري بيقدر يعني إذا بديك بيقدر يعمل كنترول على حاله من دون مشهورة اختصاصي تغذية إذا ما كانت للكيس كتير قوي ما كان الإنسلين عم بياخده على كذا جرعة يمكن عم بياخد مرة الصبح أو مرة عشية عم بياخد بلك دواء مخفف مش إنسلين كتير يعني بيقدر هون شوي سيدرع حاله إذا عم بنتبه للإنستركشنز يعني أنا ما عم بيكل دهون عم بياخد هون كميات قليلة ما عم بيكل أكتر من شبعت إذا بدنا ما نحكي بورشنز و جرامات يعني أنا عم بياخد هيدا الصحن ما عم بعرم صحني على الغداء ما عم بصوب صحن تاني عم بياخد خضرة كتير هون فينا الركلج ومننتبه لحالنا وأنا إذا ملاحظ حالي أنا تتعب عم بيوصعوا لي أنا عم بنت عم بينزل الدون طب غولي يعني أكيد كل شي في جسمي عم بتحصل تعرفي معنى أتصال بس قبل هلأ رديتيني كذا سنة لورق أيام العز لما كانت بيروت تستقبل كل المؤتمرات والندوات وتشرين تاني هو معروف شهر التوعي لمرض سكري كانت وقتها الحملة مع اتنين أطباء دكتور ودكتورة حاول أنه فهام شو هو السكري ما تخلي في هيك حاجز بينك وبينه ومنهنيك ورايح أنت بتقدر تسيطر على حالك وبترجلج حالك وبتعرف أي متى أنت بحاجز جسمك للأنسولين نتيجة نمط شغلك هون ضروري التوعي مش ناك أنا بقول لدييتشنز مش بس السشن هما يجي ياخد ورق أويفل ضروري اشرح له صح موشيانين شوية ستب باي ستب معاك عزيم يلا خلينا خلينا خد اتصال ألو موجور موجور بدي اسأل عن سكر جوز الهند اشترات من أورغانيك مطرح أورغانيك بدي شوف رأيها فيهم حضرتك مريضة سكري ولا عادة لا ما بيني شي بس ستريتهم هاي قالوا لي أورغانيك ومنح بس بدي اسأل تشوف هلأ فيه اشي كتير برندات أورغانيك أنا بشجع بس بدي عرف أدى بدي أخدوها مش أنه مثلا أنا أورغانيك ومنح فينا نروح ناخده أورغانيك ما نتمنه بروسس كتير مش دخله موض حافظة كتير بس مش ما نتمنه إذا أورغانيك يعني أنا سكر أورغانيك يعني أنا خلاص فيني أخده هلأ سكر جوز الهند وبيضلوا بيعالوا السكر بالدام أكيد يمكن أخف بوطيرة شوي من السكر العادة المضاف الأبيض اللي بناخده أصح شوي إذا فينا أوكي بس مش ما نتمنه فينا نريخده بالكمية اللي نحنا فينا ناخده نفس الشي بيصير مع الأملاح والملح الهاملاوية واللوات أبر أنواع عم تطلع الشي أشخاص بيبلش يحطوا منه نخلص لأنه هيدا شي صحي يعني مثل حيالة شي عندنا بلبنان بس نعتبره صحي بيأكلوا التوست المحمص بيقولولي صحي ودايته بيأكلوا بكمية صحي بيأكلوا بكمية يمكن أحلى من غيره لأنه أورغانيك ما في مواد حافظة كتير ما بيعلي سكر بالدام بسرعة كتير كبيرة مثل السكر العادة بس أكيد بورشن ويزمن نعمل كنترول بس في علق على اتصال المدام هي عم تقول أورغانيك أنا ما عم بسمع كتير منيح سمعت أولغا أنا أم تسأل عن أولغا 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 أحبك أولغا وألغا وأين ما كنت تكون أكيد أعرف أنت أين منتابع كمان مع اتصالاتكم مشاهدينا على 0141 9700 طيب اليوم لما ولد صغير بيكون عرضة للسكر انهيارات بالعيلة وعالما أنه نعمل أعمال درامية ومرأوا فيها المساج أنه طفل السكر يقدر يكمل حياته عادة بيلعب رياضة بيشارك ببطولات بيربح بيجيب جوايز بيحب بينحب بيتجوز بيجيب ولاد بيعمر بالعمر مش بيعمر بيوت بيعمر بيوت وبعمر يعني ممكن يوصل للخمسين ستين سبعين ثمين تسعين إلى ما شاء الله إذا عارف هو كيف يتكيف من هيك أنا عم صر على هذا الموضوع لأن دايما في نوع هيك بينعمل بنيك لأن كل إنسان يعني ولده أو مريضه عزيزة بيصير أنه بده يعمل المستحيل تيأمله الحماية وتيبعده عن كل الأخطار صح مظبط وبيبعنكم إذا ما بتقول أنه سكة روية وما أنه نوينك ذات أنه الولد إذا بلاشنا توعي نحن هو صغير بيوصل للعمر الكبير كتير مرتاح مع حاله بالنسبة لهذا الموضوع منشوف كتير كيسات أنه بيركلج منفهمه الإنسلين أمتين بدي يتأخذ خاصة إذا كان البومب محتود كل نهار منفهمه كيف بده يضاله ينظف الإبري طابعوله وكل الكيس والأكل طابعوله قد أن تنتبهوا الكمية أكيد بمتابعة الأهل بيكمل حياته كتير كتير طبيعي ومركلج كل الوقت بس ما هم نظنوا عم تابعة نصيحة أخيرة للصائمين تحديداً لعندهم سكري كل الصائمين مش بس السكري كل الأشخاص كاملوا حياتكم عادة بشهر رمضان اللي عم يعمل دايت فيه كامل يعمل دايت عادة وفيه ضال ينتبه لأكله وكل اللي عندهم أمراض مزمنة إذا بدهم يصوموا ضرورة يراجعوا أخصائح هيفا قبل طيف اغتصاصية التغذية شكراً لحضورك معنا أنا كتير ممنون لأن مرة على الهواء قلتلك هيفا حابب شوفك لايب والتفاعل أحلى يعني هيك بالنظرات العيون منفهم على بعض الأوقات بتقرس سؤال قبل ما أنا أطرحه وهيك يعني بيستنبط الجواب قبل ما تقوليه ومنكمل حوارنا وخاصة لما بيشاركوا معنا المشاهدين بتحلق أكتر وأكتر لنوصل المعرف اللي نحن نبغيها ببرنامج يوم جديد من خلال اغتصاصات مختلفة هيفا شكراً كبير لحضورك معنا أهلا وسهلاً فيك بريك ومنتابع يوم جديد اشتركوا في القناة